إذن المشاهدين الكرام لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين وسط تطورات السياسية والحراكة الدبلوماسية وذلك بعد رد المقاومة على ورقة باريس وتداعيات الرد على المشهد الميداني والسياسي معنا عبر اسكايب من الدوحة الأكاديمية والمحلل السياسي أديب زيادة مرحبا بكم أستاذ أديب معنا أهلا بك يا أخي حياكم الله حياكم الله ونرحب أيضا عبر اسكايب من الكويت بلكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي مرحبا بك أستاذ علي حياكم الله أهلا وسهلا بكم حياكم الله لو أبدأ منك أستاذ أديب كيف ترى الرد حتى الآن الذي سلمته المقاومة للوسطى على ورقة باريس ومن حيث فحواء وحيث حتى من حيث المنطلق لنقول الذي انطلقت منه المقاومة ولسيما في ما يخص الموقف الميداني لا شك ابتداء دعنا نقول أن المبادرة التي استدرت من باريس كانت هي استجابة لحاجة كثير من الأطراف يعني الطرف تحديدا الكائن الصهيوني الذي فشل خلال أربعة أشهر من الضرب والقتل والسحك في قطاع غزة فشلت في تحقيق أهدافها وأيضا تلبية لحاجات إقليمية ترى بأن استبرار الحرب سيكون ينذر بالمزيد من توسع هذه الحرب لتشمل أطراف أخرى في المنطقة وبدأت تهدد مصالح الدول وربما دول عظمة وحاجة أمريكية داخلية أيضا على اعتبار أن هناك نحن نرى بأن الشرع الأمريكي والضغط في داخل الحزب الديمقراطي والانتخابات الأمريكية على الأبواب وهناك تأثير واضح على هذا المستوى من العمل السياسي الداخل الأمريكي وأيضا كان هناك استجابة للحاجة الضرورية في قطاع غزة حيث أن هناك معاناة هائلة في قطاع غزة هناك نوع من السحق الكامل لكل مقومات الحياة هناك مما ينذر أيضا بربما أن تنعكس هذه المستويات من القتل والاستمرار في القتل إلى أن تفلت الأمر بأي اتجاه لذلك كان هناك حاجة حقيقية لمسألة أن يكون هناك مقترح لصفقة تم اقتراح هذه الصفقة وكما نعلم أنها عرضت على الأطراف أعطيت الإسرائيل كان يتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي على الموضوع هذا وكان بالانتظار أن يكون هناك ردود من قبلهم إلا أنهم امتنعوا حتى يسمعوا الكلمة الفصل من حركة حماس لأنها هي التي سيكون لها الكلمة العليا في الموضوع ولذلك أجلوا اجتماعاتهم مرارا وتكرارا حتى يسمع هذا الرد وعلى مدار حوالي عشر أيام أخذت المقاومة في دراسة هذا الملف ودرس في كل الأماكن تواجد قادة المقاومة سواء كان في الداخل أو في الخارج وأعطيت في تصوري الكلمة الفصل لأهل الداخل بمعنى لقطاع غزة تحديدا ولمقاومة كطاع غزة بكافة فصائلها أعطيت فترة لدراسة هذا المكترح وكما نعلم وكما نرى وشهدنا هناك من حراكات داخل المجتمع الإسرائيلي أن هناك كان تياران ينتظران ربما نتيجة ما لمقولة حركة حماس في هذا الصدد التيار اليمين المتطرف الذي كان يمثله بن يفير وزمونتريتس واستبيعهم حتى نتنياه وأخذها تزنر بمواقفهم كانوا يتمنون أن حركة حماس تأتي بالرفض الكامل لهذه الصفقة على الاعتبار أنها لم تلبي طلبات حركة حماس المتعلقة بضرورة وقف إطلاق نار كامل وشامل قبل المضي كدما في المفاوضة لكن على ما يبدو وكما انقلب السحر على الساحر حماس كما كان بعض المحللين يتوقعون بأنها لن تقول نعم بالكامل ولن تقول لا بالكامل وإنما قالت نعم ولكن ولكن هذه حملت في طياتها الكثير من المطلوب فلسطينيا حتى تتم هذه الصفقة بمعنى تطلب حركة حماس أن تتم هذه الصفقة وفي اشتراطاتها الخاصة المتعلقة بالشعب الفلسطيني ومتعلقة بالقضية الفلسطينية والمتعلقة بأوضاع قطاع غزة والمتعلقة بالأقصى والمتعلقة بالأسرة والمتعلقة بانسحاب القوات الاحترال الإسرائيلي إلى غلاف غزة وهذا بمعنى ألوك مجددا كرة النار في الحجرة الإسرائيلية الآن الإسرائيليون وقفين أمام مفترك ترك إن قالوا لا فسيبدو الإسرائيليون بأنهم هم الذين يتعنتون وهم الرافضون وأمام ضغطات داخل الإسرائيل المتمثل المتمثل في هذه الأسرة والرهائن الإسرائيليين سيبدو هذا الصعب على الحكومة الإسرائيلية وأمام الضغطات الإكليمية والدولية سيبدو هذا الأمل الصعب لذلك أعتقد أخي العزيز أنه سيكون هناك ردود إسرائيلية وأعتقد أن إسرائيل ستمضي أيضا قدما في اللعب على ما تم اكتراحه من قبل حركة الحكومات لأنها ستكون نقبل البعض ونرفض الآخر نعم من هنا أستاذ علي استباقا لرد المقاومة أيضا نرى نتنياهو عادل حديث عن نصر حاسم وما إلى ذلك بعد أن كان قد تراجع عنه وتوقف عن هذا المصطلح من قبل واكتفى بطلبات مثل استعادة المحتجزين لماذا يرفع نتنياهو سقف مطالبه عندما تسلم ورقة المقاومة للرد على باريس الآن تحياتي لك والمشاهدين أخي الكريم نتنياهو شخص مراور شخص مخادع وهذا هو سر بقاءه في السلطة إلى الآن هو يستطيع أن يلعب بكل الأطياف وكل الفرقاء نتنياهو رحات هذه اللقظة لا يزال عنده كتلة قوية في الكنيسة الإسرائيلي 64 عضو من 120 واستطاع أن يفلت من أكثر من مرة في محاولة لسحب الثقة منه أخرى قبل أيام فبالتالي هو يعرف متى يضغط ومتى يتراجع لأنه في أزمة في الحقيقة هو وعد وأرعد وتوعد بأنه سيطلق صراحة أسره بالقوة وسيكون قادرا على اجتفاد حماس من غزة وهو في مقابل إسرائيليا وأمام الرأي العام الإسرائيلي يتحمل نتيجة الفشل في طوفان الأقصى بيوم 7 أكتوبر وبالتالي أي محاولة لوقف إطلاق النار دون أن يكون عنده مكاسب حقيقية أو حتى مكاسب إعلامية فإن هذا الأمر سينتهي لسقوط حكومته ودخوله بعد ذلك السجن واضح أن هناك لعبة عض أصابع الآن بين المقاومة وبين الكيان الإسرائيلي نحن في معركة هذه المعركة الحالية المعركة السياسية لا تقل ضراوة عن معركة الميدان المعركة العسكرية لأن هناك ضغوط تمارس من أكثر من جانب على المقاومة حتى في النهاية توافق على المطالب التي طرحت إسرائيليا فيما سمي باتفاق الإطار والذي كانت في حقيقته وثيقة استسلام لحماس ولكنها استطاعت أن ترد بذكاء وبتشاور مع القصائل الفلسطينية المختلفة وتدخل في التفاصيل لأن قضية وقف إطلاق النار الكامل والشابل ستؤدي بشكل تلقائي إلى سقوط حكومة نتنياهو وكذلك موضوع طبيض السجون الإسرائيلي هو أمر لا يتحمله المجتمع الإسرائيلي ولا السياسة الإسرائيلية وبالتالي كان على حماس أن ترد رجل التكيان من خلال التفاصيل تطرح موقفها فالكلام أن الحركة منفتحة على أي أشكال من المبادرات شرط أن تؤدي هذه المبادرة في النهاية إلى وقف كامل ومجامل لإطلاق النار وهذا ما ذكره في الديباج التي ذكرها الرد حماس كذلك في موضوع إطلاق صراح الأسرة صار في حديث عن عداد مقبولة خصوصا أصحاب الأحكام العالية ومقابل تبادل حسب صنف الأسرة الإسرائيلية سواء كانوا أسرة مدنيين أو عسكرين بالتالي في ظل هذه الأجواء يريد نتنياهون أن يظهر بصورة المنتصرة خصوصا بعد أن اعتقدوا أن اتفاق الإطار الذي قدم لحماس محتمل تحت الضغط المدنيين والضغط الإنساني في الغزة أن توافق عليه وبالتالي سيخفش بذلك نتنياهو منتصرين ولكن هذا ما لم يحدث هذا ما لم يحدث أستاذ أديب أبنينكين اليوم في تل أبيل باعتقادك هل من الممكن أن يقنع أبنينكين يعني نتنياهو على الموافقة على هذه الشروط وإيقاف الحرب ولا سيما إيقاف الحرب ولو لمدة ومن الممكن أن يقنعه بالتفاوض على الشروط التي طرحتها المقاومة حتى الآن ولسيما يجري هذا مع الحديث عن مصير نتنياهو فيما بعد الحرب ونحن نتحدث الآن الآن يعقد بلينكين مؤتمر صحفي في المقر السفارة الإسرائيلية في الكدس حاليا ويصرح الآن بيقول بأنه تلقينا بأنه إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية قبل يعني لم تقبل العديد من الأشتراطات التي تقدمت بها حركة حماس وقال بأن هناك قضايا لم تكن مشجعة في رد حركة حماس إلا أنه يعني بالإمكان البناء على ما تم طرحه والوصول إلى اتفاق ربما في الفترة القادمة إذن هناك أساس كما يبدو من استنتاجات من هذا المؤتمر الصحفي ومن ردود الحكومة الإسرائيلية بأن هناك إمكانية في خلال الفترة القادمة أعتقد أنه ستكون هناك دخول إلى عالم مفاوضات بين أطراف المعادلة وسيكون هناك نوع من المساومات ونوع من الضغوطات سواء كانت أمريكية أو كليمية على هذا الطرف أو ذاك وستكون تدخل الأطراف في معركة يعني فعلا معركة كسر عظم فيما يتعلق بالإشتراطات أي الطرفين ستكون له الكلمة العليا تحديدا في القضايا التي نحن نعلم علم اليقين بأنها تشك بالنسبة لإسرائيل مأزة كبيرة وتحديدا مسألة الانسحاب إلى غلاف غزة مسألة الوقف الدام لإطلاق النار في مرحلة لاحقة مسألة إطلاق صراح الأسرة بالكميات والنوعية التي تشترطها حركة المقاومة إسلامية حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية إذن نحن أعتقد أنه سيكون هناك في تصور النقاشات في الفترة القادية ومفاوضات وفي تصور أيضا ستقول الأمور في مرحلة ما إلى انفراجة في بعض الملفات وتحديدا مسألة الهدنة المؤقتة التي تفسح المجال لسائر القضايا المتعلقة بالربما زيادة المساعدات إلى كطاع غزة والاستجابة الجزئية بمعنى آخر وهذا ما أطلقت عليه في بداية حديثي مسألة أنه سيكون هناك رد إسرائيل بنعم ولا أيضا كما قالت حماس نعم ولا سيكون هناك إسرائيل نعم ولا والميدان خلال الأسبوعين القادمات إلى أن تبدأ المفاوضات سيكون هناك ضغوطات شديدة في الميدان سواء كان من الجانب الصهيوني في القتل في قطاع غزة وأعتقد أن المقاومة أيضا سيكون لها كلمة قوية أيضا في الردود على الاعتداءات الصهيونية حتى يكون هناك يعني بمعنى الرسائل الميدانية ستلعب دو في حسم مسألة المفاوضات القادمة نعم سيد علي من هنا يعني المقاومة كما تعلم اشترطت توسيع دائرة الضامنين وهذه المرة أضاف الضامنين جدد كتركيا وحتى دور حقيقي للأمم المتحدة هل من الممكن أن تضمن يعني المقاومة فعالية هؤلاء الضامنين وكذلك حتى لو دخلت هذه الأطراب ويعني اعتمدت هذه الضامنية فما الأليات المتاحة برأيك لضمان تنفيذ هذا الاتفاق من دون أي مراوغة للاحتلال يعني هو في الحقيقة الضامن الأساسي لأي اتفاقية هو صمود الشعب وصمود المقاومة وسلاح المقاومة وميدان المقاومة هذا هو الضامن الأساسي الذي أرغم جميع الأطراف على الجلوس والتفاهم والاتفاق للوصول إلى وقف لإطلاق النار عملية تدخل وسطاء أيضا هو أمر مهم أن الوسطاء عندما يتنوعون بين تركيا وقطر وهي دول لها علاقة جيدة بحماس أو دولة مثل أوسيا دورة كبيرة وأساسية وعالمية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هناك يوجد تملقل في الحقيقة من السياسة نتنياه وتعامله مع منطق الحرب والقوة بما يحرج الولايات المتحدة الصيحية إلى الآن ما تزال داعمة بقوة إلى الكيان الإسرائيلي ولكن ما هو غير مفهوم أن هذا الدعم يؤثر سلبا على صورة أمريكا في العالم فوجود الضامنين هو أمر عادي وطبيعي في السياسة الدولية وهو أمر يجعل الكيان الإسرائيلي في الزاوية في الحقيقة في عدة في عدة نقاط وعوامل أدت إلى عزدته قضية المحكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا قضية الرأي العام العالمي الذي أصبح يرى ويسمع ويشاهد على مدى خمسة شهور مشاهد الضحايا من أطفال أو النساء قضية وجود ضامنين أيضا بالتأكيد على أن العدوان يأتي من الطرف الإسرائيلي وليس من الطرف الحمساء وبالتالي إذا حصل هناك أي خلق لوقف إطلاق النار فأرد سيكون جاهزا الآن نحن بعد كل هذه الفترة كل هذه الشهور من التفروف معتزان المقاومة فعلة الجرح الأساسي هو الجرح في جانب المدنيين ومع هذا ويبدو لي أن المقاومة جاهزة لجميع الاحتمالات سواء احتمال توسع المعركة ودخول لواء رفح في القتال فهي جاهزة لذلك أو الوصول إلى وقف لإطلاق النار وهوتنا تؤدي إلى وقف إطلاق النار وبالتالي التخفيف على شعبنا كل الاحتمالات المقاومة جاهزة لهم وبفعالية شديدة رغم الجراح رغم التعب ورغم يصيب الناس لأن لكن في النهاية شعبنا في غزة يشعر بأنه بعد كل هذه الضخايا وبعد كل هذه الدماء والأشلاء والتدمير والهدم إذا لم يكن هناك نتيجة حقيقية فما فائدة من ذلك هم الآن يعني موضوعنا في زاوية أنهم لم يعد هناك ما نخسر أكثر ما نخسرنا إذن فلتستمر الحرب ولتتوسع فهذا هو بالحقيقة الضامن الأساسي لهذه أي اتفاقية تحدث وبالإضافة إلى الموقف الدولي أو موقف الدولي الصديقة وكل موقف يعني جهد مشكور ومقدم إذن علي بغدادي الكاتب السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا لك كذلك شكرا للكاتب والأكاديمي المحل السياسي أديب زيادة من الدوحة شكرا